بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على السيدنا محمد وعلا إليه وصحة الأجمعين يسعد مساكن جميعاً بكل مكان بالجزء الثاني من سلسلة فطفضة خمسة إلى خمسة واللي هي فعلياً تتناول بشكل أساسي أسئلة من الزملاء المتعلقة نوعاً ما في القطاع الإنساني والتنموي في سياق الأزمات يعني المتنوعة اللي هي نوعاً ما متواجدة في منطقة الشرق الأوسط تناولنا في أول جزء أول آبع أسئلة وتم الإجابة عليها نوعاً ما باستفادة من قبل الدكتورة هاني وإن شاء الله حنتناولها حالياً الجزء الثاني من الأسئلة واللي هي نوعاً ما بتأكز ضمن نفس السياق سواء القطاع الإنساني والتنموي واللي هي مجموعة من التحديات بتواجه الزملاء اللي هن نوعاً ما عاملين في الميدان وهي كانت محاولة نوعاً ما من قبل الدكتورة هاني للإجابة عليها بعطي المجال للدكتورة هاني ليعاهف عن نفسه ونبدأ الجلسة إن شاء الله تفضل الدكتورة هاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير احنا بنعتذر النهاردة مش عارفين نعمل بس على الفيسبوك في حاجة غلطة حصلت وكنا بنحاول لمدة يمكن نصف ساعة لكن في حاجة غلطة حصلة فبنعتذر للناس اللي على الفيسبوك إن شاء الله وطبعاً يعني عملنا تعريف الأسبوع اللي فات الأسبوعين وهو نفس التعريف يمكن فيه كتير جداً من الناس يعني كنت أنا بأتكلم معهم من زمان لكن دي سلسلة بنحاول نعملها علشان الإجابة على كتير من الأسئلة بتاعة الشباب العاملين في المجتمع المدني وسائل المجتمع المدني في العمل الإغاثي أو العمل التنموي أو العمل الحقوقي أو حقوق الإنسان والأسئلة دي كلها قتلنا من الأستاذ الدكتور حسان جنيد وهو حيديري الجالسة إن شاء الله زي ما أدرها منذ أسبوعين فضي يا دكتور يعطيك ألف عفية دكتور هانيو شكراً جزيلاً لألاك هل في مجال بس ننتقل للسلايدات القادمة بعد إزنك؟ بضل يعني؟ اي بس هو الشاشة هي مين مشاكمة هون عندي شوف آية طيب نحن بس عبيرين ما تشوف آية هو هذا الخلال التقني نحن نوعاً ما تناولنا بالجلسة الأولى أول آبع أسئلة واللي هي نوعاً ما هي تناولت أني كيف ممكن للشخص أن يكون له مشاركة بأي مساحة للعمل المدني يجد يعني أنها مناسبة وليس المقصود بالعمل المدني المنظمات فقط وتناول الإجابة بشكل مفصل للدكتور هاني عن هذا السؤال بعد ذلك يعني تناولنا السؤال الثاني واللي هي كيف ممكن سواء يعني كمؤسسات مجتمع مدني أو أشخاص هنم فاعلين ضمن حيز القطاع الإنساني والتنموي يبنوا علاقة علاقة ثقة هي في المجتمع ويتحولوا فعلاً أنهن المؤسسين حقيقيين بصناعة السياسات كمان تناول للدكتور هاني بجابة عن هذا السؤال يعني بشكل مفصل وأخر السؤالين كانوا كيف نحن ممكن نكون حياتيين باتجاه المجتمع اللي منخدمه وليس باتجاه الاستبداد أينما كان مصداوه بالإضافة أن نفس الشيء العمل المدني من بعد ما هو يبني علاقة ثقة في المجتمع كيف ممكن أنه فعلاً يكون فيه دور فاعل اللي يأنتج سياسات مدنية بالتعليم بالاقتصاد بالانتخابات بتداول السلطة وما إلى ذلك اليوم إن شاء الله حنتناول السؤال الخامس والسادس والسابع هنبدأ طبعاً بأول سؤال اللي هو يعني كيف يعني ممكن لأي بيئة من بيئات العمل نشأت في ظل الاستبداد أني فعلاً هي نوعاً ما يعول عليها أني هي تكون حامل من حوامل التغيين والسؤال السادس هو كيف أني نوعاً ما في الأماكن العمل المتعددة نحس كأشخاص هنن عاملين إنسانيين أو عاملين في القطاع التنموي أني ما يصير الانتماء هو لجغافيا مقابل جغافيا إنما الانتماء هو فعلياً يحصل هو نوعاً ما للاحتياج وخدمة الإنسان وآخر السؤال كيف نوعاً ما ننتبه أني ما نقوم بعملية تأسيس منظمة إنسانية أو تنموية وبعد ذلك نتنكى لأسس العمل الإنساني المدني أو القيم المؤسساتية اللي هي أنشئت عليها المؤسسة ببدأ معك دكتور هاني يعني بأول سؤال واللي هو كيف يمكن يعني اللي بيئة نشأت في ظل الاستبداد فعلاً أن هي تملك عوامل تأسيس وتكون هي بالعكس أن هي حاملة من حوامل التغيير صدى لدكتور هاني الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله طبعاً نحن نعتزل للإخوة على الفيسبوك أو المرة ثانية لأن النهاردة في شيء غريب وكأن في حاجة دخلت كده علينا بوضط لنا البطر مباشرة على الفيسبوك أولاً ما هي البيئة نتكلم عنها إجابة للسؤال بتاع دكتور حسان جنيدي ما هي البيئة البيئة بالنسبة لي هي مناخ مناخ تعيش بداخل هذا المناخ كل المكونات المجتمعية يعني أيه مكونات المجتمعية مكونات المجتمعية اللي فيها التضريس اللي هي الجبال والوديان والسهول والنباتات والأنهار والمحيطات وكذا 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 بالإضافة إلى الإنسان ومكوناته بالإضافة إلى الطيور إلى الحيوانات إلى كل هذه المكونات لأنه كل المكونات دي بيعتبر بيئة داخل المناخ الكبير ده وكلهم بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا مناخ متجانس مع بعض يبقى البيئة هي المناخ اللي بتعيش بداخلي المكونات المجتمعية المختلفة وفق إيه؟ وفق التناغم حضوري لكل هذه الأكانات مع بعضها يسمح لهم جميعاً هذه المكونات بالتعايش سوياً أما يتعايش سوياً بقى هم بيساعدوا بعضهم البعض في صناعة إيه؟ صناعة ثقافات فلسفات فكرية تميز كل مكون مجتمعي منهم عن مكون مجتمعي الآخر أهم شيء في كل هذه المكونات هو مكون الأول والأخير وهو الحرية الحرية هي الضامن الوحيد لوجود هذه التعددية الثقافية والفكرية والفلسفية داخل هذه المكونات المجتمعية واضح؟ بدون حرية هكون في مكونات لكن مش مترابطة متفككة لا في ثقافة ولا في فكر ولا في فلسفة ولا في قيم ولا في أخلاق يبقى البيئة هي المناخ الذي تعيش بداخله المكونات المجتمعية المختلفة مكونات المجتمعية المختلفة وفق تناغم حضوري يسمح لها بالتعايش سوياً ليصنع ثقافات وفلسفات فكرية تميز كل مكون مجتمعي منهم عن الآخر والحرية هي الضامن الأول والوحيد لنمو هذه التعددية الثقافية الفكرية الفلسفية داخل هذه المكونات المجتمعية أما إن كان هذا المناخ مفوش حريات مناخ صالي مناخ استبدادي مناخ قمعي حيفرز أمرين أو حيولد حيولد لنا طفلين أحدهم ضعيف والتاني مشوه حيفرز أمرين الأول ثقافات فكرية غير ناضجة وغير مكتملة تنمو لن تصبح هذه الثقافات في وجود هذا المناخ القمعي على بناء مجتمعات السوية قوية ده الأول الثاني حطلنا على ثقافات مشوهة زي نحن نشوفها في التلفزيونيات دلوقتي يعني ممثلين وممثلات عارفين جابانهم منين بيستعملوا سكاكين ومطاوي وسنجات وكلام فارغ كبير جدا في الدنيا وكأنه دي ثقافة المجتمع ومجفردوا علينا ميلاد طفل مشوه اسمه ثقافة مشوهة جديدة الثاني هو ثقافات مشوهة تشوهات ثقافية وفكرية وفلسفية تجعلها كمكون مجتمعي قادع بلاء المجتمعات ده المخرج بتاع المخرجات اللي هي بأي نظام قمعي استبدادي عسكري أمني شوف اللي بعد كده بس ضل بتاع عمل الجام الجامين فكلاهما يعني كل المولدين اللي اتوارد اللي هو الضعيف والمشوه سيصبح مولود ضعيف ضعيف غير قادر على مواكبة دروب التغيرات المجتمعية فالمولود الأول هيتأثر سلبا بما يدور حوله دون أن يبدي أي مقاومة للحفاظ على ثقافة للحفاظ على ثقافة وتاريخ وفكر وفلسفة أو حتى رؤية لمستقبل حياة أجيال متعقبة ده المولود الأول هيبقى عاجز مش قادر المولود الثاني هيكون عاجز أيضا عن التفكير والعمل والبناء والاستمرار والإبقاء حتى على جنسه ونوعه يبقى الثاني لن يستطيع أن يستمر لأنه سيكون عنده عاجز تام وتشوه خلقي يعني في الخلق بتاعته أما الأول سيكون ضعيف مش هيقدر يواكب ضروب التغيرات المجتمعية ده المولودين اللي بيولدوا فعدم موجود حريات والعيش داخل منظومة قمعية استبدادية فلا استعد المولود مشوه اللي هو مولود الثاني القيام بأي دور إيجابي في الحياة أبدا 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 إحنا بنسميه بالطب اللي هو ميوتيلاتيد يعني أو يعني قريب للموت يعني غير واعي إيه اللي بداخل المجتمع المولود الأول بيكون ضعيف للقادة عن مواقبة أما التاني فبيكون غير واعي خادص وكل الوظائف اللي عنده عجزة عن العمل وذلك ما ذكره في القرآن في سورة النحل في آية 76 وهو كل على مولاه يعني هذا المولود التاني المشوه كل على مولاه عينما يوجهه لا يأتي بخير ليه بقى؟ لأن النظام القمعي اللي بيكلم عليه الأستاذ دكتور حسان هو نظام يعني التشوه ده تشوه خلق النوات قبل كده النظام القمعي المستبد ده بيقمع ويقهر ويخوف ويخون ويجوع ويجهل ويفقر ويسجن ويعتقل ويعزل ويعزل ما يدور حوله في المجتمعات الأفراد ويحرم الناس من أبطل حق الحياة والخدمات المتوفرة له والتهجير وصلب الممتلكات وغتصاب الملكات الفكرية وغير ذلك من مسالم تؤدي إلى ميلاد المولود المشوه دي نتيجة الحتمية لوجود نظام قمعي وعدم وجود حريات وبتطلع لنا مولودين الأول ضعيف وغير قادر عن مقبط المتورات المجتمعية والتاني مشوه خالص تشوه خلقي وليس تشوه في الشكل فقط طيب واحد بيقول لي في حل ثالث هل ممكن المجتمع المستبدي ده أو المناخ المستبدي ده أو اللي احنا نسميه مناخ أو البيئة المستبدة دي تفرز طفل سوي أقول آه ممكن لكن النسبة بتكون ضعيفة جدا جدا ممكن تكون واحد في عشرة تلاف أو واحد لمئة ألف أو واحد لمليون وطبعا بناء المجتمعات لا يقوم على الاستثناءات يبقى أهم شيء في اللي هم نتكلم عنه يا دكتور في اللي هو منظومة الاستبداد هو غياب الحريات اللي بتؤدي إلى ميلاد مواليد إما ضعيفة في أحسن حالات أو مش هواها في كثير من الحالات أما الأطفال السوية المجتمعات السوية دي لابد لها من الحريات لكي ترعاها هل ننتقل للسؤال الثاني دكتور هاني طيب السؤال الثاني هو فعليا هو تناول كيف نوعا ما كعملين في القطاع الإنساني والتنمى وفي الأخص أنه نوعا ما أحيانا بيحصل أنه هو عمل في بيئات أزمات أنه تحص كعامل إنساني أو حتى كمنظومة إنسانية أنه ما تنتمي لجغافية مقابل جغافية وهذا هو نوعا ما هو قد يحصل يعني على سبيل المثال إذا نأخذ مثلا اليمن كسياق ونوعا ما توزع المناطق ما بين اليمن شمالي وجنوبي قد يكون في بعض الأحيان بعض المؤسسات في عندها هي نقضها للوصول لبعض الأماكن ولكن بتدخل لجزئية هي الانتماء لجغافية مقابل لجغافية وبتبتعد نوعا ما عن يعني الهدف الأساسي واللي هو متعلق في عملية تقديم الخدمة لصاحب الاحتياج فكيف هذا نوعا ما كعاملين في القطاع ننتبه خلينا نقول من الوقوع بهذا الأماكن تفضل بالنسبة للجغرافيات يعني هذه جزء من التركيبة وليس فقط جزء من العمل بمعنى إيه؟ بمعنى قد يكون المجموعة اللي أنا بتعامل معها من أهل السنة مش من أهل الشيعة وأنا أقول أنا أشتغل بس في عدة بتاعت السنة الوحدة غير الشيعة والشيعة محتاجين والسنة محتاجين دول سلفيين ودول صوفيين دول مسلمين ودول مسحيين دول بوزيين ودول مسلمين إلى آخره ده ما ينفعش في الأماكن دي كلها لأن العمل الإنساني لابد يتعامل مع الجغرافية المتكملة في كل مكان على الوطن نفسه وتقسيمه مثلا نحن نتكلم على الأفغانستان هنلاقي فيها منطقة كاندهار هم سنة كلهم هم دول الحزام البشتون هم أقوى قبيلة موجودة هناك لكن هناك فيه الشيعة وفيه الطاجيك وفيه الأسبوك وفيه مجموعات أخرى فما ينفعش أنا لأن أنا سني أشتغل فقط في تندهار أو في الحزام البشتون اللي احنا بنتكلم عنه ده لأن ده بيعتبر خرق لفهم إنسانية أو اللي هو معايير العمل الإنساني من ناحية فقهية من ناحية مجتمعية ومن ناحية أداء كذلك ومن ناحية أمنية لأن لما تيجي مثلا في أماكن بتعطي فيها الأشياء ومتعطيش الأشياء تانية بتعرض العمال بتوعك لمخاطرات وهجوم من أبناء الأماكن الأخرى لأنهم ما بييرسلتهم المساعدات بتعطي أما في عموميات العمل اللي هو عدم الانتماء لموقع أجوارات في فنط أول حطيت فيه نقاط كثيرة جدا دمزل عموميات يبقى احنا منتكلم في أي أنا مثلا كل أمنية حياتي وده بنأش مع الناس كلها إن لو احنا بنوصل معاونات للمجتمع السوري نوصلها لكل المجتمعات اللي موجودة في الداخل السوري أو في الخارج السوري في البلاد الأخرى إذا كان عندنا قدرة ما لأنه ما نشتغلش في منطقة دون منطقة ما نشتغلش في دولة دون دولة ما نشتغلش مع مجموعة دون مجموعة لأن المجموعة دي في المنطقة دي ودي أسهل لي والمجموعة دي في المنطقة دي ودي مش أسهل لي فلذلك الانسان حتى لو انا ما عنديش قدرة ان اشتغل في منطقة جغرافية واحدة علي ان اتكامل في هذا العمل مع المؤسسات الاخرى اللي بتعمل في مناطق اخرى يعني لو كان في مجموعة تشتغل مثلا في حلب او في ادلب او الاسماء الاخرى اللي عندك يا اخي حسان ايه اخي حسان او الاسماء كده بعضها ادلب حمار حمص دمشق انا استقبني وبين الجمعيات الاخرى دي انت في حمص انا حديت جزء من مالي الحمص بس انا مش عنديش قدرة ان اشتغل في حمص انا قتلت الجغرافية دلوقتي من اهل عملية لكن ما هنفعش ان انا اقول لا انا بس اشتغل في حمص او في حلب او في حماء دون ان انظر لمن يشتغل في مناطق اخرى ده الخلال بيحصل كده اما العموميات في عدم الانتماء فبتحصل امتى بتحصل في المناطق ايدو كلها عايز انت تشتغل بعمومياتك يبقى لابد الانتماء بتاعك ده ما يكونش لا تحدوه حدود جغرافية بسمها السياسيون او الجيش المنتصر في الحروب لابد يكون الانتماء لامة لها تاريخ وحضارة ونهضة واثر في انهاض الشعوب اوها فقط لابد يكون هناك في انتماء اخروي للجنة والنار لابد يكون في انتماء لفكرة كبيرة ورسالة ورؤية ومهمة تسعى القاسي والداني والحاضر والغائب والمفكر والمؤمن والكافر الى اخير لابد يكون في انتماء لحركة حرية اصلاحية جديدة تغييرية وبناء انتماء لقائد مجتمعي واقع عمله محلي ولكن ابعاد ذاته عالمية وهكذا ده من ناحية العموميات لابد في العموميات احنا بنوسعها زي ما احنا عايزين لان العموميات قد تكون يعني نظريات تحتاج لشرح اما العمل الحقيقي على الارض لو تنسيقه هو الاساس والتكامل فيه هو الاساس مين بيشتغل في حلب؟ مين بيشتغل في دي يزور؟ مين بيشتغل في The Rim elite في الحماق؟ مين بيشتغل في مقدشيو؟ مين بيشتغل في في بونتلاند؟ في غراوي؟ في كذا في كذا في كذا يبقى انا هشتغل في حتة بتاعة مقدشيو لكن في حد تاني يشتغل في هرجيسة يبقى انا حد جزء من اموالы للهرجيسة يتعامل بايه عن طريق جمعية اخرى عشان نقتل علي الجغرافية عشان نقتل علي الجغرافية من أحد الأشياء الجميلة جدا اللي احنا عملناها ودي أيام حرب الشيشان أن من ناحية قتل الجغرافية الدينية أن كان اللي هما النساء اللي هما المسيحيات الروس اللي كانوا عايشين في الشيشان كانوا بيقولنا هل نقتلها هل تسمحوا لنا ناقض من أمواء من معونات الأضاحي وكذا 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 لأنهم ده مالكم لأنهم تجد من المجتمع الشيشاني والمال كل لها مال الشيشانيين فكان تأتي المرأة تأخذ الأضاحي وتأخذ الأكياس بتاعة الأكل اللي بتوزع على المسلمين اللي يكون لها فلوس مسلمين لكن بأنها هي محتاجة زيهم بالظبط فما فيش تفرقة بين مسلم ومسيحي في هذه الجغرافية الواحدة ده بالنسبة للانتماءات كثيرة بقى انتماءتك لحركة تراخرية الزخافة الفلسفية لأبوة آدم عليه السلام وعدوة إبليس لغيب المجهول للحياة وأحياء دروبها لقاعدة تأصيل قائمة على حيثات تشريع وقبل الكانونية الكائنات كل هذه عموميات عدم الانتماء أنا بنتمي للكون أنا بنتمي لأسيا كلها أنا بنتمي لأفريقيا كلها أنا بنتمي لكل هذه الأشياء أما معنى عدم الانتماء لغيرها لجغرافيا دون جغرافها فهو راجع لمين بقى راجع أساسا لسعة أفق الملكات اللي في مخين احنا مشكلة عندنا مش في المجتمع مشكلة عندنا يا دكتور غسان يا دكتور حسان بالوعي بالوعي أنا شخصين كمدير مؤسسة ها هراجع سعة أفق الملكات اللي عندي أنا في داخلي وده من الموروث انه اخدناها عن سيدنا آدم يعني كل هذه الأشياء موجودة عندنا فلابد احنا لابد نراجع نفسنا ونجد الإنسان عنده القدرة والمقدرة على استعاب كل هذه الساعات لأن سيدنا آدم عليه السلام لما ربنا علمه الأسماء كلها علمه أسماء كل المواد والعلوم التي تصنع صناعة الحياة كلها فعنده كل هذه الملكات لكنها دفينة وخبيئة في الداخل فاحنا بناخد السطح منها فقط ما بنستوعبش كل هذه الملكات اللي موجودة عندنا في يجب الإنسان في نفس القدرة والمقدرة على استعاب ساعات هذا الكون بما فيه من كل مكونات فتلاقي بعدنا بيشتغل في المناخ بيشتغل في التضريس بيشتغل مع الطيور بيشتغل مع الحشرات بيشتغل مع الحيوانات بيشتغل مع المياه بيشتغل مع البشر وكمان دخل البشر فيه تخصصات كثيرة جدا 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 ودي كلها ملكات لو أنت جمعتها كلها حسنا أني دي كلها مبروثة من الملكات اللي ربنا حطاها في فؤاد وتكوين سيدنا آدم عليه السلام حينما علمه الأسماء كلها هي معادلة السهلة والصعبة في نفس الوقت هي سهلة اللي عنده عزيمة عشان يكتشفها يعني أنت دكتور حسان مصمم أنك تعمل اكتشاف ومصمم أنك تعمل اختراع ومصمم تاوي الحل إن شاء الله تقعد عشرين سنة تشتغل ده تكل ويتمل فحتوصل لنتيجة ولو ما وصلتش لنتيجة هيجي من بعدك يمشوا على طريقك عشانهم يكملوا اللي أنت بدأتو لو كان عندك إيه؟ ده صعوبتها ده إليه يعني هي سهلة اللي من قادر عزيمة وصعبة اللي بقى اللي نسلم نفسه لنفسه خلاص بقى أنا تعبت بقى ومش فادي ووعب مع العيال وعايزين نروح نتفسح ونعمل أبقى أنا لإيه؟ الرجل البيولوجي فعارف الفرق من البيولوجي الرجل البيولوجي والرجل غير البيولوجي أخبرك ففيه ناس كده كده ببيولوجيين أنا بسمعت لوقتي بعض الكلام في أحد الدول بيشتاكل رئيس الجمهورية بتاعتهم ولرئيس الدولة بتاعتهم أهل حقا أنا بس واخبالي من عيالي واخبالي من مراتي واخبالي من بيتي بش هعمل حقا تمانت شحات وعريان وقعان وميت وكل حاجات دي كلها وهترجع تقول الديني كل يوم لو ما تعيش هتبدل ترى عمرك إيه شحات وعريان ومشرد أنت وأولاد فده بالنسبة للنقطة دي اللي هي بتاعت إيه إن نرجع لها مرة ثانية اللي هي الانتماء في انتماء عملي وفي انتماء في تفاض في انتماء اللي هو الأكاديمي اللي أنا كتب فيه العشرة واثناشر نقطة كلها أكاديميات أما العملي فهو لابد يحصل عشان ضرب الانتماء الجغرافي دي وعلى المتنماء الجغرافي دي إننا هنتكامل مع بعض في رسم خريطة واحدة صحيح والعمل من خلال خريطة واحدة صحيح طيب يعطيك ألف عفية دكتورة هاني هلأ مننتقل للسؤال الأخير ونحن إجيانا عدد يعني من الأسئلة إن شاء الله مخصصين هو وقت لأله آخر تلت ساعة من جلسة اليوم السؤال الأخير هو كان بتناول لإني كيف نحن اليوم ننتبه إن ما نقوم بعملية تأسيس منظمة إنسانية ونتنكى بعد ذلك لأسس العمل الإنساني المدني فبتلاحظ هو قد يكون مثلا بعض المنظومات هي نشأت خلينا نقول نتيجة الحاكة المجتمع على الاستبداد ولكن فيما بعد منجد إن هي بعض المنظومات بدأت هي تمايس الاستبداد بشكل أو بآخر أو بدأت تتنكى للعمل الإنساني بشكل أو بآخر أو ما عادم نجد إن نوعا ما هو خلينا نقول أي عملية تداول يعني للسلطة ضمن هاي المنظومات موفقة قد يكون على مستوى الإدارات التنفيذية أو ما إلى ذلك قد يكون حتى هو على مستوى كواده الصف الأول فكيف نحن اليوم هي ننتبه كمؤسسات مجتمع مدني وحتى لو هي اليوم يعني كنا عم نتكلم أن هي نشأت في ظل حالة هي مالة صحية ونحن متوقعين أن هو أول جنين يكون هو جنين مشوى ولكن كيف ممكن أن نحن نصل مع الوقت أن فعلا لهذا الجنين هو يكون جنين سوي شو هي نحن اليوم نوعا ما مسؤولياتنا كعاملين ضمن هذا القطع فضلتك فأنا أنا فهمت من السؤال ده الحذر من تأسيس مؤسسة إنسانية تتنكر لأوسس ومعي العمل إنساني فده مهم جدا جدا الاستبداد هو جزء من التطرف وجزء من الصدامات وجزء من منظومة الإلهاب يعني هي منظومة بتمشي باستبداد إقصاء تطرف وهكذا فده كلها سلسلة مش هورا بعضها فإن أردنا تحقيق هذا فعلينا نتبنى ونتبع بعض الإرشادات اللي هي منها إيه في حاجة اسمها متلازمة المؤسس اللي هي اللي هي سيدي فاوندر سندروم زي متلازمات اللي بيشوفها في الأطفال إلى آخر إلى آخر لابد نتخلص منها المؤسس لا يسا نبي ولا يسا رسول ولا يسا من الصحابة ولا يسا من أصحاب بدر المؤسس أو المؤسسة رجل أو امرأة ربنا فتح على أم ذكرة عشان يدوها المجتمع مش عشان هما يمسكوها ويخنوها طلع عمرهم فلابد أننا نعالج متلازمة المؤسس ونخلي المؤسس ده بعد فترة من الزمن يكونوا دور آخر يقوم بيه داخل المؤسسة موجود ديما الاثنين إن هي قدفية الجيل الأول صح؟ الجيل الأول ده هو اللي قبل أبلاء حسن هو اللي ضحى وهو اللي عمل كذا وكذا وكذا بس ما يبقوش مقدسين ما يبقوش هما مقدسين قدسين لا أبدا هما قبلوا بينهم مكمل موظفين بينهم مكمل أمناء بردك نجد لهم أدوار أخرى وفق إمكانياتهم التي يستطيعون أن يعملوا من خلالها لخدمة المجتمع من خلال خدمة المؤسسة النقطة الثالثة نحط رؤية مناسبة للمؤسسة اللي هنعملها دي في أهداف مرحلية في قدرية طريق في معالم طريق في سياسات نحطها علشان نقدر نمشي عليها نمر الأربعة نحط معايير وبادئ وقوانين تحكم أداء المؤسسة من أول يوم ونطورها دايما لأن ما فيش قانون من القوانين دي ونمعان المعين دي هو قرآن أو إنجيل أو طوراة يقول لها اكتهادات فردية حتى كل الكلام اللي أنا بقوله وغير بيقوله لأنها مجتمع جديد بينشأ فحنا بنؤسس له أوتر جديدة وسياسات جديدة وقوانين جديدة قابل للتغيير لأن المجتمع بيتغير كل يوم رأسياً وأفقياً وعرضياً ومتوازي وكذا ودائرياً وبالثانية وباللحظة فالقانون اللي أنا حطيته كمبدع من خمسين سنة أو اللي أنا حطيته كمبتكر من ستين سنة ومس سنة قد لا يصلح دلوقت لأن المجتمع تغير الحرص على أبرز التمثيل المجتمعي من أول يوم في إثنيات مختلفة في عرقيات مختلفة في ناس لهم ثقافات مختلفة في شباب الزجور وبنات إناس في كهول وفي شباب كذلك إلى آخر وهكذا مش فقط صورة بنحطها عشان نكبع بها تبرعات لا يكونوا تنفيذيين حقيقيين من القمة للقعدة أو من القعدة للقمة النقطة السادسة النقطة السادسة اللي أنا ألتها إيه ستة أو سبعة دلوقتي اللي هو الحرص على أبرز مسيرة منظومة التتابع يعني ما يبقاش أخونا يا حسان لأنه كان مبدع يا سلام ده عمل عمايل ما حصلتش من تلاتين سنة خلاص بقى جزاوناها خير هات حيرو ورث الموضوع ده لحد غيلك حسان ورث الموضوع ده لحد غيلك هان يا بنا ورث الموضوع ده لحد غيلك ما نستطيعش أن نخلي حسان إلى الأبد لأن حسان مش نبي حسان مش رسول حسان لم يوحى إليه ولا هان يوحى إليه وأنا أنتم توحى إليكم فلابد مثل هذه الأشياء أن يكون فيه تتابع في التوريس القيادة لأبناء المجتمعات داخل المؤسسة فعنا قالت المؤسسات أن يصنعوا هذه السياسة ثم يمكنوا القيادات الشبابية هما موجودين لتصبح فيها بعض قادرة على القيادة في وجود جيد المؤسسين والأجال والذهابية يعني معناها إيه؟ معناها إيه دكتور حسان أن من أول يوم يبقى المؤسس وجيد المؤسسين اللي معاه يعملوا السياسة دي عشان يربوا هؤلاء الشباب معهم من أول يوم ويعرفوا أن بعد عشر أو عشرين سنة هؤلاء الشباب هما اللي حتقلدوا قيادة هذه المؤسسات إما في المؤسسة نفسها أو في المؤسسات أخرى هما يصدروها لهم يصدرهم لهم والأمر لنا نحن اللي احنا ما نفرقش من غرافيا وغرافيا فلتتخل من الدين مطيئة والإيمان مزئية إلى أخي الأمر اللي برجعنا نحن برجعنا نحن اللي احنا بنقوم بهذا الموضوع اللي احنا ممكن نحققه نحققه عن طريق اللي هو وضع هذه السياسات ومنحققه عن طريق خلقنا نفسه مع هذه أعتخذ السياح دي كانت مع السلايد البعده دكتور هاني ها؟ دكتمشي للسلايد البعده طيب بعده ما ايه اللي حصل انت عبتورجع بالعكس انا بقى رجع بالعكس والله اليوم النهاردة بتاعنا كمان هايوة بالضبط هايوة يبقى تستثمر لنقطة السابعة والثامنة تستثمر مؤسسة في بناء منظومة التطوع يبقى احنا قلنا قبل كده بس عشان ايه اه دي ايه اللي جات من اندي دي فيها دي موجودة غلطا دي في النص دي بضبط بضبط شليها يا ايا حطيها يعني شليها من نص مننا حطيها مع السؤال اللي قبل كده ان المؤسسة تستثمر في بناء منظومة التطوع لأمرين اتنين الاول الاستفادة من طاقات الشباب وتفجير فعالياتها التاني اكتشاف قدرات الشباب ليصبحوا وهم واعطاهم الخثقة ليصبحوا فيما بعد قائد المستبل يبقى تستثمر في الشباب داني مرة 8 اهتمام بالدراسات والابحاث وكتبة التاريخ وكبة ما يحدث في العالم الخارجي والاستفادة من ما يحدث فيه من تقدمات علمية وتكنولوجية وصناعية ومجتمعية مختلفة مشاركة في تنظيم مؤتمرات الى اخر الاخير يعني منانزم بقى لالي هو السؤال ده لو احنا رجعنا يا ايا شيل السؤال دي وحطيها في السؤال نمرة 6 لو سمحت شيلها من هنا ايا دي معك جغرافية اللي هو السؤال اللي كان فاضي قبل كده صحيح صحيح برضك مشاركة هاش لسه يا ايا شيل السؤال دي ايوه شيل السريحة دي شيلها وحطيها مع السؤال نمرة 6 لو سمحت ايوه طيب ان المحافظة على اسس العمل الانساني المدني لاسبة ارقاء محاضرة او اصدار قوانين او وضع تشريعات او تتبع معايير فقط بل هي سلوك واداء قدوة ونماء مصار وابناء اخلاق وثقاء ايثار وبقاء تطابع وعطاء وتوريث لكفاءات شابية فعالة وفعلة ممكنة وممكنة انها ليست نظام ونظم فقط لكن ادارة وكفاءة وتوجيه ونقل خبرات وتعليم وتربية ورئة استراتيجية فاحنا لما ننظر للاجابة على ان احنا السؤال السابع كيف ننتبه اللي نؤسس منظمة انسانية ونتنكر بعض ذلك الوسط العمل الانساني فبنتبع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش 11 نقطة منهم زي اللي احنا حطناهم دول امامنا ان شاء الله يعني احنا اكتفي بهذا الخدر اتفضل يا اخي احسان احسان يعطيك الف عفوة دكتوراهاني شو كان جزيلا لك يعني وانا نوعا ما انا بنخص يعني خلينا نقول النقاط اللي هي اناولناها بالاسئلة الثلاثة واللي هو بدأنا فيها ان كيف يمكن لبي انا شاءت في ظل الاستبداد ان تكون حاملا من حوامل التغيير وتكلمت انت اني نوعا ما نحن متوقعين اصلا اني في ظل بيئات الاستبداد اني في المراحل البداية يعني في المراحل الاولى هي قد تنجم اه اجنة مشوهة ولكن طالما المجتمع اني هو بدأ في هذا الطائق فهو ممكن نحن بماحل من المراحل ان نصل لاجنة سوية ازا هي اه يعني استماهينا بالعمل بنفس الوقت تكلمنا اني كيف نحن نحص اني ما ننتمي لجغافية مقابل الجغافية فاكدنا اني هو نوعا ما عاملين في القطاع الانساني والتنموي ما يفترض اني هو هي مساحة الدول لان نحن مسؤوليتنا هي تقديم الخدمة اه وفق يعني اه مبادئ اه العمل بشكل عام اه ومول مساحة اللي هي انه نوعا ما هي ننتمي اه لجغافية مقابل جغافية واخر الشيء ناولنا اني كيف اه ممكن ننتبه اني ما نأسس نظمة انسانية وبعدها نتنكى لأسس العمل الانساني او نواعيس خلينا نقول بعض السلوكيات اللي هي قد يكون نحن خاجنا عنا اه هلأ في عنا مجموعة يعني من الاسئلة والا يعني والاستفسارات اه اول نقطة دكتور هاني اه تناولت اه انت واحدة من النقاط واللي هي متعلقة اه اني كيف انا ممكن اخلق حال التعاون هي قد تكون عابعة للقطاعات وفي بعض الاحيان قد يحصل عندي انا فائط في التمويل او قد استطيع انا الوصول لتمويل اه هو ما له من ضمن قطاعات التقنية فابني حالي من التعاون مع مؤسسات تانية انا باعتقد هنين بتشاك وماعي اه بهوئية ورسالة والهدف ولكن بنفس الوقت الزملاء يعني هنين عبتناولوا اني فعلا اليوم جزئية يعني التنازل عن الصفة الاعتبارية للمؤسسة اه ووضع ان كل شيء هو ضمن الايجو واللي انت دوما هاي الكلمة اللي بتقولها هو فعلا هو اليوم هو امر موسهل وبالاخص نحن عم نقول في مجتمعات هي نوعا ما اه اتعادت لسلاسل يعني اه من الازمات فجعلت يعني خلينا نقول اه بنا السقة هي ما بيناتها بيناتهم او العلاقات البينية هي ضعيفة فكيف اول شيء هو فعلا نحن ممكن نتغلب على انفسنا في هذا الامر وكيف هو نحن نرسم له خائط الطريق قد يكون بشكل سياسات اجراءات وما الى ذلك ما تكون هي مرتبطة فقط في الاشخاص لاني دكتورة هاني اليوم هو قائم على المؤسسة فهو بمارس هذا السلوك لاني هو مقتنع فيه اه دكتورة هاني غادا هي المؤسسة فبتلاقي ازاكها المعافية للمؤسسة هي الى حد ما يعني انهايت او ما بقيت هي موجودة اه فكيف نحن فعلا ممكن نقصل لهي المواسسة اللي انت تحدثت عنها بشكل عملي بحيث ان هي ما تبقى هي ضمن حيزة النظام نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم عملية هذه المنظومة هي ان الشخص المسؤول يعلم من معه من الشباب على اتر هذه المنظومة اللي هو بيتبعها ما يبقاش انت بتجيب واحد لاعب كرة يعني مبدع زي ميسي ولا زي كريستان رونالدو ولا زي محمد صلاح ولا زي مش عارس مين ولا مين ولا مين ولا مش عارف مين يعني امبابي ولا اسمه ايه اللي في باريس شان جرمان تحطه فريق من غير ما تعمل فريق يعني كان اكحد الاشياء اللي انا زعلت عليها جدا 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 ان فريق قطر الوطني خسر التات ما تشاط قطر استطاعت انها تصرف مئات المليارات علشان تنظم لكاس العالم لكن ما استطاعتش انها بتبني فريق قطرة يستطيع على الاقل يخرج من المرحلة الاولى للمرحلة التانية فهنا بناء الفريق ده بيكون على عبء عالمين عليك انت يا اخ حسان وعلينا وعلينا كلنا وانا قاعد تكون عيني عالمين وذا انا تعلمته اول ما جيت هنا الشغلك طبيب كان ييجي رئيس القسم او البروفيسور الاستاذ يخش اللي هو المرور اللي كان كل يوم الصبحية فيه مرور يكون فيه رئيس القسم ويكون فيه المستشارين ويكون فيه اللي هم النواب ويكون فيه اللي هم المقيمين الدكاتة المقيمين ييجي الرئيس القسم ده سواء كان بروفيسور او او استاذ مساعد الاخير يجيب في ايده الطالبة يجيب في ايده يا غسان احسان الطالبة النهاردة يوم جاء غريب بالنسبة لي في فيسبوك عملية مش نفعة واسمك بقى غسان مش حسان يعني والعملية ايه زي ما انت شايف كده قبلك خطوط ضربة ببعضها يعني يجيب الطالب ده وقدام كل الناس وقدام العينين وقدام الحاكمات والممرضات والمساعدات في التمريد والمستشارين يقول لهم هذا هو مسؤوليتكم يعني هذا هو النظام ان البروفيسور او رئيس القسم بيماشي في النظام بيقول انا بخلق جيل جديد وانا موجود وعندي السلطة بقول لكم اتبعوا المعايير عشان تجعلوا من هذا الطالب مش الخريج طالب كلها الطب دكتور ممتاز وتهتمي بيه الحكيمة وتهتمي بيه الممرضة وهتمي بيه العمال وهتمي بيه المرضى وهتمي بيه اللي هم كل الأطباء اللي معاني دي الأول خطوة أول خطوة واحنا نحاول مع بعض الناس ليه احنا المجتمع المدني متباين عمره المجتمع المدني المؤسسي في العالم العربي لو انت بتتكلم عن عربي متباين عمره ما بين في سوريا العشر اتناشر سنة اللي فات دول ما بين بلاد زي مصر اللي مثلا اكثر من مئة سنة كمؤسسي لكن الفردي موجود لانها فطرة الفردي موجود في سوريا من ألاف السنين موجود في مصر من ألاف السنين لا فطرة فانا بساعي الجاري بساعي الجارتي الى آخير الى آخير الى آخير لكن المؤسسي فهنا حتلاقي في الندوغ الفكري للمعامل الإنساني السوري لم يكتمل بعد زي الندوغ في أماكن بقى 40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة و100 سنة والموضوع ده احنا بنلاحظه هنا ببريطانيا ان في مؤسسات بقى لها 60 سنة الشغل في التنصيق في التنصيق بس بس في تدريب فقط ليه؟ لأن المجتمع هنا المجتمع المبني المبني على قائمة المؤسسية بقاله 150 أو 200 سنة من ساعة تأسيس اللي هو المفوضية بتاعة تنظيم العمل الإنساني والعمل الخيري في بريطانيا لهم أكثر من 150 سنة فبالتالي ندق الأشجار وأصبحت ليس بقى تكون أشجار مسمرة فأصبحت تكون أشجار معمرة وأصبحت فيه غابات ومواد تجعل جزء من هؤلاء الناس يستطيعوا أنهم يعملوا التنصيق ده والتنصيق مش من مؤسسات الشغلة فقط بالعكس التنصيق في أحد الجمعيات وكننا نحن كعضو فيها اسمها لجنة التواريق البريطانية اللي مساعد 60 معمولة لدي اي سي اكبر مؤسسات بريطانية بتعب مع بعضها 13 هم منهم الأغاثة الأسلامية لوكس فام وسيف ذات شلدن وبلان انترناشنال وورل دفجن إلى آخر إلى آخر إلى آخر وكريستان ايد وتير فاند إلى آخر هم مش محتاجين لتنصيق عشان عندهم عشرات الملايين انا كنت مبلح في اجتماع مع الصريب الأحمر البريطاني مزانياته السنوية حاله 500 مليون دوء جنيه محتاج ينسق مش محتاج لكن بيقعد في لجنة التنصيق دي لجنة التواريق دي كده فهنا بالتاقي الندوق أيضا يبقى هنا اللي احنا تحدينا الحقيقي هو الإيجو واللوجو الامر التاني الفلوس اللي نحن لابد من ناحية أخلاقية نقول لهذه المؤسسات ان هذه الأموال ليست أموالك دي أموال فقراء والذي يدفع لك الراتب الشهري والبدل للسفر والطيران ومصريف المدارس طاعتك لولادك وكذا والأكل بتاعك هو مال الفقير كان بيتعامل فيه الخلفاء الرشدين بطريقة مختلفة تماما فيذلك هذا الشيء لابد علينا فيه نؤثر له ونؤسس له وننبري له والأسف صعب أن نعمله لأنها لغاية الدولة أنا شخصيا من أحد الناس اللي بيعانوا جدا من ضعف التمويل للعمل التنسيقي للعمل التدريبي للعمل التأهيلي للعمل الدراسات للعمل البحوث للعمل الإعلامي للعمل اللي هو المناثرة مثلا انت عندكم في القضية السورية فيه مؤسسات عندها 40 و 50 و 60 و 70 مليون صح؟ صحيح نقول لهم يعني وبعين فيه مؤسسة للتنسيق بيدفعوا له ألف دولار في الشهر أنا أو ليه يعني لما روحت قعدت معهم قلت لهم تفعون له إيه قالوا هو يدوبك أجار الشقة وموظف أسكرتيرا وبعدين طب انت عندك ملايين فين الأبحاث فين الدراسات فين كذا فين كذا فين كذا ما فيش لما ذات العقلية عقلية الطفل اللي خرج من الابتدائي ولم يدخل مرحلة عددية تمام تمام شكرا جزيلا لألك أنا أجع أسأل إذا فيه أي أسئلة تانية لأنه فيه سؤال يعني أنا مسجل عندي ولكن الزملاء المتواجدين من خلال الزوم إذا حابب أي حدا يسأل هو تعمل مداخلة بالضغط طب يعمل مداخلة أو إضافة سلام عليكم عليكم السلام أنا سهلا أستاذي هدى أنا هدى من مصر ممكن أشارك معكم الله يعني لك يا حج هدى الله يعني لك يا أستاذ هاني أنا متابعة حرقات حضرتك دكتور هاني من زمين وأنا مهندسة دفعتي في كلية هندسة هي لعاملة جمعية رسالة لأعمال الخيرية شريف عبد العظيم شاركت فيها دكتور شريف دكتور شريف عبد العظيم نعم تمام بس أنا كان عندي مبادرة كده نسميها بنك الإنسانية المبادرة دي كنت أخدتها من يعني أنا فهمت حاجة في السنة الندوية اللي هي قصة أهل الصفة وأعتقد أن هي كانت أول جمعية خيرية في الإسلام فأنا كنت بس درس ديني للعمر خالد فهو كان بيعقب على قصة أهل الصفة إن هي باختصار أن الرسالة والسلام حط جاب أهل الصفة فقراء أهل الصفة وسكنهم في المسجد النبوي فكان فيه ناس في العادي إن هي بيجيهم التبرعات العينية العادية بيعينوا أهل الصفة لغاية لما جي مجموعة شباب قالوا إحنا عايزين نحل المشكلة من جزرها أعتقد كان نسمهم من شباب الكراء فكانوا بيعلموهم بالليل الإيراية والكتابة والصبح بيعلموهم العمل فأضوى على أهل الصفة اللي هو زي ما احنا منقول دلوقتي اللي هي التنمية واستدامة أيوه فأعجبني كان سعيدة عليك الدكتور عمري خالد كان بيقول رسالة سلام حل المشكلة بطريقة عبقرية جدا إن هو بس حط المشكلة قدام عنين الناس يعني هو ما عملهمش مسلا جامعية خيارية ما حطوهمش في حتة بعيدة لا حطوهم حط مشاكل الناس قدام عنينها فكان حل عبقرية جدا وإن هو برضو كقيادة سياسية أو كقيادة الدولة مشير مفروض تحل كل حاجة الناس هي اللي بتحل وفعلا الشباب أهل الصفة دول يعني تقريبا أخسيلوا في حاجة ورسالة سلام كان بيبكي عليهم في الصلاة بيدي على اللي اختالهم فمن الفكرة دي إن إحنا فعلا مشكلتنا في العمل الخيري إن أنا بسمع لقاءاتكم وبسمع المؤتمرات اللي انتو بتعملوها بس انتو بتتحوروا مع نفسكم مش قادرين توصلوا للناس العادية للناس العادية اللي في الشارع فيبقى الخطوة الأولانية لازم تبقى أحلام الناس ومشاكلها باينة قدام كل الناس قدام عينيها فده خطوة أولانية اللي هي ممكن نعملها بالإنترنت وبقى في مواقع دلوقتي كتير وموبايل أبليكيشن وبقى في ناس دلوقتي بيتقول يا جماعة نعمل قاعدة بيانات واحدة نحط فيها الحاجات عشان حتى في ناس بيديخذ من جزة جامعية خيرية بسبب إن ما لهمش قاعدة بيانات واحدة فده ممكن نبقى تطبيق لأهل الصفة بس برضو مش هنقدر نوصل للناس في الشارع فمرة كده كنت رايحة في بنك فده كان السؤال اللي في بيلي لو إحنا عندنا في مواقع هي وفي حاجات تقدر نعملها بس إزاي نوصل للناس العادية فمرة كنت رايحة في بنك فأنا كنت قاعدة في صالة الانتظار فلأنا لاحظت إن إحنا قاعدين معك دقيقة بس بس مش هننعطي مجال أبائز حفظين عوقتي تمام فأنا لاحظت إن إحنا في صالة الانتظار بتاع البنك ده إحنا قاعدين كلنا كل الناس فاهمين البانكينج سيستم ده الفقير والغني والجاهل والمتعلم وكلنا فاهمينه فبقى السؤال هو إحنا ليه عندنا البانكينج سيستم الويل ارجانايزي دوا لرصدنا المال ومعلناش بانكينج سيستم لرصدنا الإنساني فبقى ليه ما يبقاش عندنا بنوك إنسانية الناس بتفتح حسابات لرصدها الإنساني فبقى لو إحنا فإنتوا دائما برضو بتتكلموا في اللقاءات بتاعكم إذن إحنا ندخل التكنولوجي والتطور في العمل الإنساني وبيبقى أغلب الكلام حنعمل موبايل أبليكيشن بس برضو موبايلات الأبليكيشنز بقت كتير قاوي الناس بتتلغبط وما بتوصلش للناس العادية لكن بالمبادرة اللي أنا عايزة أو أوصلها اللي هي مبادرة بنك الإنسانية إن يبقى عندنا منشورة على الإنترنت والناس تفتح حسابات لرصدها الإنساني فيتحول الشكل التقليدي للجمعيات الخيرية من إن هي عبارة عن سنتيق مقفولة جواها ناس بتحاول تديرها وتشتغل فيها لشكل بنوك إنسانية فده هيوصل الفكر للناس أسرع وتخلي الناس بتشارك بطريقة أحسن وده حتى من دنا يعني إحنا في مفهوم الإسلامي إن إحنا بنعيش عشان نجمع رازية حسنات عشان في الآخر إحنا عندنا ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة على أساسه هنخش جنة هنخش نار فده من دنا بس المعنى كمعنى إنساني ممكن يوصل لعدد كبير من الناس على مستوى العالم أنا كنت بقى المبادرة بالكامل وكنت شغالة عليها يعني لو حضرتك تسمح لي إن أنا أبعتها لك أو تناشمع وحضرتك فيها باستفادة يعني كذا الخطة التسويقية إزاي فلو حضرتك تسمح تبقى شاكرين إن شاء الله بس تضعي إيميل دكتور هاني واقم هاتفه من خلال الشات بحيث إن ممكن الأستاذي هودة ترسل لأله المبادرة تفضل تكتور هاني وبعد إحنا إلا إذا سؤال أستاذ عبدالرحمن وطبعا بالنسبة للأخت هودة هي محقة وفي نفس الوقت لازم إحنا نديك الصورة العامة للعالم كل أنا كنت زمان بشتغل زيك بالظبط من ثلاثين سنة أو من خمسة وثلاثين سنة أو أخرى من ثلاثين سنة وكنت زي ما المصريين بيقولوا بشتغل زي أعوذ بالله معزلة يا حسن حتقول لي شك الله زي الحمار أو زي التور في الشغل يعني من كترة الشغل ده اللي هو العمل برامجي اللي هو العمل المشاريع الخدمي بعد خمسة وعشرين سنة أخت هودة اسمها هودة بش مهندسة هودة هودة مش كده برضك هودة هودة إن ده أسهل حاجة ما نعملها لأنه عمل عاطفي أنا دلوقتي يا أستاذة هودة يا بش مهندسة هودة بقالي من 2008 بحاول أشتغل في التنسيق وفي التأهيل وفي التدريب وفي رفع الوعي ومش عايزة أقول إن أنا بفشل النتائج اللي إحنا بنحصل عليها تعتبر نتائج ضعيفة جدا 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 ده كذا أمر إما إن الجمعيات بتاعتنا غير نطجة أو المسؤولين اللي عليها فرحانين فقط بجمع المال وتنفيذ بعض البرامج الإجراسية أو الطوق الأمني اللي حوالين كتير جدا في الدول عمتا بيمنع حركة ونمو مثل هذه الجمعيات ففي معوقات كتير جدا 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 موجودة يعني ليه تسألي نفسك يا بش مهندسة هودة إن كتير جدا من الجمعيات اللي نشأت في بريطانيا أو في ألمانيا أو في سويسا بنفس الناس اللي أقل منك من الكفاءة نجح لأن مساحة الحريات المتوفرة مش موجودة هنا ومش موجودة هنا فلذلك فيه جزء نتكلم فيه له جزء الجزء التقليدي اللي هو الخدمي ده بل حضرتك وده يعني فيه إبداعات غير عادية على مستوى العالم منها مسلا عندك المهندس عطية اللي اسمه تعتفهنا الأشراف في مصر أنا بس مش فاكر اسمه إيه صلاح عطية لو أنت فاكر قصة صراحة طيية في مصر والإبداع اللي عمله في مصر من أول ميتين جنيه ولألفين جنيه جماعهم في الستينات عشان اللي هو المزعة الفراخ إلى أن أصبح إيه المنظومة الكبيرة دي كلها حتى الإبداع بتاعة دكتور شيء عبد العظيم محمد رأيتك في الحركة بتاعت اللي هو اسمها إيه إنتوا اسموكوا إيه صناعة صناعة عادي عامل خالد وإنتوا إيه اسمك جمع رسالة 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 سماعة برة أنا بقول لحضرتك سماعة برة والناس عارفينها محمد رأيتك لكن إحنا عايزين رسالة تبقى بقى صناعة فما نتكلم عن مثل هذه الأشياء بعد العمل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده في مراحل أخرى في العمل لذلك أنه كنتم بتتكلم على إيه عوز بالله مشانا نجي من كلمة أنا دي العمل الإنساني بيبدأ من اللي هو الهبة أو الفزعة إلى الصناعة بمعنى كده يبقى أنت يا باشمهندسة هودا 3-2-40 سنة اللي اشتغلتين في العمل ده خرجتي من العمل العفوي العاطفي الانفعالي للعمل اللي هو المنظم المهيكل الحرفي المهني المؤسسي علشان تخرجي من تحت بيل السلم وانت بتعملي كده مبادرة صغيرة كده هو إلى أنك مثلا الدكتور بتاع بنك الطعام اسمه سكر ردة سكر كان بيحكيني زي بدأوا في مصر بنك الطعام من غرفة تحت بيل السلم أو غرفتين إلى أن أصبح بنك الطعام زي ما انت عارفها هو موجود بالوقتي منتشر بسم الله ما شاء الله في دول عدة إلى آخري إلى آخري إلى آخري ولذلك أنا موافق بس في نفس الوقت أنا ما عنديش مشكلة أعب معاك ساعتين وتلاتة تبعتي الأوراق بتاعتك ما تلاتيش معاك عزلون ما دي كده هو واختبار حدك لكن في تباين في اللي هو المناخ الحريات وتباين في عمر الجمعيات وتباين في فهم الأفراد وتباين وإحنا بالنسبة لنا إحنا إحنا بنحاول نرمج شبكة عشان نستطيع أي حد يعني وانا مش هلعايش في أوروبا بس مهندسة عايش في أوروبا لكن ما زال عقليات كتير من القائمين على العمل الإنساني من المسلمين ومن العرب عقليتهم أقل بكتير قدا من عقلية الشباب اللي موجود في العالم العرب بالأسف يعني لكن مع ذلك أنا هاخد منك من الإشا إن شاء الله أنا بعثت الإيميل عشات أستاذي أودا إيميل لدكتور هاني فعليا أني ترسلي له البنامج وممكن أني هو يخصص لألك هو جلسة تفصيلية للنقاش أنا حنتقل لأستاذ عبدالحمن لا في عديده تفضل أستاذ عبدالحمن نحن جاوزنا الجلسة ولكن نحاول إن شاء الله بحدود يعني ست دقائق تفضل أستاذ عبدالحمن سمع سؤالي مختصة إن شاء الله يعطيكم من العرفية دكتور حسام والدكتور هاني على هذه الجلسة أنا عندي سؤال بصراحة يعني على مستوى الفرد يعني دكتور هاني نقاشك كان أو جوبتك دائما تكون على مستوى المجموعة دائما أو على مستوى المنظمة فسؤالي أنا على مستوى الفرد عامل بأحد المؤسسات الإنسانية أو الإغاسية الدولية بكتير أحيان ممكن ذكرت قبل شوي نقطة إنه قيم المؤسسة لازم تكون مبنية ما يكون على أساس مناطقي أو عرقي أو دينة أو أيا كان لازم يكون بشكل عادي لكن بالسياق السوري ممكن شوي مختلف يعني كأفراد نحن سورين عاملين ببعض المؤسسات الإنسانية وخلينا نقول حتى الدولية الغربية قيمنا كأشخاص ومبادئنا هي بنسبة كبيرة تتعارض مع هاي المؤسسة لكن ضمن ضمن العمل نحن ملزمين بأنه نلتزم بهاي القيم وهي المبادئ مع العلمية بتناقضنا بشكل كامل فهل هذا التناقض فينا يعني كأشخاص والعمل الإنساني هو بسياقه العام فيه ممكن يكون متناقض ممكن يكون هذا وضع طبيعي لأنه يعني نلاقي كتير بكتير شغلات نلاقي فيه تناقض بين قيمنا وقيمنا سؤال مهم تفضل دكتو يعني شو كله لك السيد عبد الرحمن كل عمل يا رسول عبد الرحمن فيه تناقض تناقض سلبي وتناقض إيجابي وحب برحلتك والعمل السوري احنا مش عايزين نجلده احنا بقول ندون خرجه كلاجئين تخيل بقى وخرجوا كنازحين نازحين في الداخل السوري منهم المشردين ومنهم النازحين ولاجئين الخارج السوري في الدول للجوار أو غيرهم أو بقوا الزمن العمري للعقلية المؤسسية الإنسانية السورية ما زال ودلاش سبب ما زال في المرحلة الأولى من الحياة إما الابتدائية لو وصلنا للأعدادية يبقوا ممتاز جدا فلذلك بالنسبة انت ليك كشخص انت دخلت منفعل علشان فيه قضية فيه ملايين الناس مشردين ولاجئين وفيه اللي حصل كذا في المعتقلات والمساود والسجون واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا فبفترتك اللي ربنا سبحانه وتعالى حطاه في قلبك وفي قادك ان شاء الله انت ومن عاملك هبيته للنجدة بدون أن يكون عندكم معايير وأطر تعلمته على أساسها كيف تصنعونها مؤسسة معايا يا أخ عبد الرحمن وتعلمنا من أحقا يعني أنا لما عاوز منها مشانجين لو أنا بتكلم عن تجربتي من التمنينات أنا تعلمت في الشارع وأخطأنا وأصبنا وأخطأنا وأصبنا إلى أن وصلنا بعد أربعين سنة وإحنا مش معناش مرحلة من الكمال انها هنتكلم عن خبرتنا وهالخبرتنا دي هي الأمثل ولا فيه خبرات تانية أحسن منها فإذاك بس جزء من ردي على الأخت البشمهندسة هدى إن إحنا بنحاول نبعث خبرتنا للشباب علشان ما يعوش نفس الأخطاء فمنرجع مرة أخرى أنا مش عايز أجلد حسان لو عمره في العمل إنساني عشر سنين لو أخطأ لكن عايز أقول له جزاكم الله خير إن أنت قابليت بلعن حسنا وانت لسه متخرج من مداسر تدئية وقدامك قضية يعني تعجز عن حلها المؤسسات البحثية والمؤسسات التقطرية والمؤسسات الاقتصادية إلى آخر ومع ذلك قابليت بقى أخطأت آه أخطأنا فيه تباين فيه تباين فيه تضارب فيه تضارب فيه حب للذات فيه حب للذات فيه أخلاقيات فيه بعد أهم من عادة ما فيه أخلاقي معنا فيه تدليس فيه تدليس وهكذا يعني فيه إهدار الأموال في بعض إهدار الأموال مش هقولك إن أنا ملائكة طبعا بس أقولك فيه إهدار الأموال بطريقة غير يعني مرتقة يعني غير إيه يعني فيه فساد مهيكل وفيه فساد غير مقصود أه فساد غير مقصود يعني أنا أرول تسعين في المئة من الفساد في أي قضية فيه وصل لاجئين دي مع نفس المتحمسين بيبقى فساد غير مقصود وفيه 10% منهم طبعا أكيد يعني دخلوا عشان إيه إذا ما حصل في أحد الجمعيات في بردك في الجانب السوري المحاسب خذ له مبلغ كده وهبه وسفر على بره أنا بس عايزة جيب بصيرة المحاسب الدب على كده يا أخ رسان لن يعيش حياة كريمة يعني أنت عارف أن أبتكلم عن آنها جمعية لن يعيش حياة كريمة مكتابة بس مع كلمة النهاردة لشيخ الشعراوي نحن أطلع عليك كما تدينه تدان مش أنت سرقتي مئة ألف جنيه من الغلابة السوريين وهربت الأوروبا خلاص عايز أشوف نهايتك حيكون شكلة إيه لن يتركوا ربنا سمعه أطلعا فده الفساد المهيكل أما الفساد الثاني لشباب خريجي بمدارس بلدائية أو في أول الحضانة أو في أول مدرسة إعدادية واكتهدوا وأخطأوا ما هوش فساد ده عدم خبرة يعني أنا ديك مثلا عندي أنا حصلي خمسة وتسعين ودائما أنا قلت فيها محاضرة قبل كده كانت المؤسسة تغلق أبوابها بسبب أنا يعني كان جهاز اللي هو المالي اللي عندنا كان ضعيف جدا وجدنا في يوم الأيام لأي أنا ما فيش ايه احتياط استراتيجي للمال في المؤسسة وقفنا وقفة رجل واحد وقفنا أخطأنا وصلحنا أخطأنا وعملنا سياسة شد الحبل على الأبطن إلى آخرة وبعد ست وشهوة سنة بدأنا نكون احتياط الاستراتيجي اللي وصل بعد كده الملايين من الجنهات والخطأ ده عولك بإيه يا أخ عبد الرحمن ويا باشمهندسة هو ده عولك بإنشاء جهاز رقابي مالي محاسبي قوي جدا 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 يقول للرئيس لن أعطيك مال ويقول للرئيس اختاع لن أعطيك مال وانت عندك كود وعندك ميزانية وعندك صلاحيات في خلال الايه الاستراتيجية بتاعتك ومن خلال البرنامج بتاعك ومن خلال الميزانية بتاعتك ما فيش ولا مليم زيادة إلا ما يجتمع مجلس إدارة لأن الخطأ كان قاتل لكن تصحيحه كان عادل مخبراتك فلذلك أنا مش عايزك تجلد كل الناس مخبراتك لا بالعكس يعني دولتي بتشوف إنجازات هؤلاء الناس والإخفقات ونعب مع بعض وحنقعد نعب مع بعض إلى يوم الدين وبرضاك مش هنتفق 100% أكيد 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 شكرا جزيلا لك الدكتورة هاني نحن يعني شرفنا الأخ عبد الرحمن يعني عايز أوضح أكتني ناولناه اليوم أني ننتبه من أني نحول المؤسسة تكون هي القضية بدل ما أني هي تكون هي فقط أداة المؤسسة هي أداة الأشخاص اللي هنن عببنوا رؤية ورسالة وما إلى ذلك هنن اليوم فعليا هنن هنن أدوات للبناء مول هدف أنا اليوم أني أكون مؤسسة فيها ألفين أو ثلاثة أو خمسة ألاف شخص أنا قد يكون مؤسسة فيها عشرة أشخاص ولكن الرؤية ورسالة والأهداف هي بالنسبة لألون واضحة قد يكون أفضل مني أني أنا أضخم نموذ طبيعي وقد يكون في بعض المساحات أني هو أنا أسيء للعمل يعني بقصد أو بدون قصد شو كان جزيلا لألك يعني دكتور هاني وشو كان للزملاء الحاضرين وبنهي مع دكتور هاني إذا في أي إضافة أبرا ما نغلق الجلسة ومنعتزر من الزملاء إذا جاوزنا اليوم الوقت المخصص للجلسة فضل دكتور هاني معك والله أنا أعتقد يعني والله أعلم في نقطة مهمة جدا احنا مفهود نقر بها هو أن العمل الإنساني أو العمل الاجتماعي أو العمل المدني ده مسيرة يعني كل يوم تغير مساراتها وبتواجه تحديات غير عادية يعني حاليا اللي احنا نبص الخريطة العالم بالنسبة للكوارث سواء كان كوارث طبيعية أو للحروب نجد عشرات الملايين اللي لم يكن مقات ملايين من المحتاجين ونجد قدرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالنسبة لها ضعيفة جدا 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 ولو حتى نستقب بينها وبعض عشان بس نرجع النقطة بتاعت أختنا هدى وأخونا عبد الرحمن وقعدوا مع بعض كلهم واتفقوا على قلب رجل واحد لن يستطيعوا أن يحلوا الكثير من مثل هذه المشاكل لأن جزء من هذه المشاكل هو بتخلاقوا الحكومات وبتسر عليه الحكومات وبتدفع إليه الحكومات إلى آخر يعني فعملة زي اللي هي الجزرة والعصايا يعني مثلا إحنا أخلقنا مثلا قضية في بلد ما والقضية دي دمرت شعبه معين وشرلت الشعب ده إلى آخر في النهاية نفس الحكومة اللي عملت القضية دي كلها في مؤتمر للمنحين بتدي 100 مليون دولار لكن الخسائر للشعب ده يمكن 100 مليار أو 200 مليار أو 300 مليار دولار ونخرج من البتاعة ده وقول شكرا 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 والنقطة أنا عزة وصل الله النعماء للعمل الإنساني والإغاثي والاجتماعي والمجتمع المدني هم أقدر الناس لفهم سياسة الشارع وأقدر الناس لتأثير نظم لحل مشاكل الشارع والدولة اللي تهمل المجتمع البدني هي دولة في الأول إما دولة هشة أو هتصبح فيها بعد فاشلة لأن لو ترامو اختنا هدى يعني مهندسة رباط السلك اللي هو بتاع الحديد المسلح ده اللي بيبني العمارات أهم من أي شيء في العمارة أخبرك يا حسن لما تكن تعمل الشبكة بتاعت العساسات فيه صيخان حديد بتربطه بسلكة صح ممكن أنت تعمل مول أو تعمل عمارة برق في 100 دور العمارة تكلفك 500 مليون دولار مثلا أو 100 مليون دولار على حسب المكان رباط السلك ده مش هتكلفك مثلا نص مليون أو 40 مليون دولار لكن من غير رباط السلك ده يا أخي عبد الرحمن ويا أخت هدى لن تقوم العمارة رباط السلك بالنسبة لي يا باش مهندسة وأخي عبد الرحمن هو مؤسسات المجتمع المدني هو مؤسسات المجتمع المدني اللي من غيرها بيتفكك الأربطة الأنسجة المجتمعية من تحت والمجتمع يطلع هش متفرق متشرزم متناحر مع بعض والبعض فاندعنا في الأخير أن المجتمع المدني هو أحد أحد الركائز الأسسية ومش بدائل لبناء الدولة المدنية الحديثة بطريقة مؤسسية يعطيك ألف عرفية يعطيك ألف عرفية دكتور هاني شكرا جزيلا للكن يعني ومننهي اليوم الجزء الثاني من جلسة فتحة خمسة إلا خمسة وإن شاء الله يعني نلتقي فيكم في جزء الثالث نتناول فيه وباقي الأسئلة ومثل ما تكلمنا يعني هاي المساحة هي متاحة حتى لأي حدا من الزملاء من خلال إيميل دكتور هاني اللي أنا وضعته على الشات نيوصل أي أسئلة اللي هو نوعا ما هو بيشوفها كتحديات وبحيث فعلا أنه هو يتم العمل على عملية توفير إجابات لأله ويصي نوعا ما على مبدأ يعني تبادل المخبارات والمعائف ما بين القطاعات المختلفة على مبدأ من شواء الناس شراكهم عقولهم يعطيكم ألف عرفية وشكرا لألك أستاذ مهند بوجودك معنا وتسمحوا لي أني أعمل إغلاق للجلسة يعطيكم ألف عرفية